السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين أن تركت الشهيد السيد محمد باقر الصدر قد سسره من التراث العلوي والفكري كبيرة ومهمة حيث أنها تناولت مجمل الفكر الإسلامي بأبعاده المختلفة أي في قراءة أي عنوان من عنوين نتاجح الفكري نلحظ أنه قد سسره وضع فيه نظرية كاملة أو لمحات وآفاق وخطوط يمكن أن تنتهي بالدارسين إلى النظرية الكاملة بذلك الموضوع ولذا يفترض أن لا تقتصر البحوث والدراسات عن الشهيد الصدر على الجانب السياسي وروحي والمعنوي وإنما لا بد أن يكون الاهتمام بجانب الفكر الذي يمثل القاعدة والأساس للجوانب الأخرى إن فعاليات الشهيد الصدر العلمية شملت عموم العلوم الإسلامية ذات العلاقة بالعقيدة والشريعة الإسلامية والمجتمع الإسلامي فقد تناول بالبحث الفقه والأصول والفلسفة والعقائد والتفسير والحديث والرجال والتاريخ الإسلامي وفلسفة التاريخ والمنطق والنظام الإسلامي والاقتصاد السياسي والمجتمع الإسلامي والأخلاق والسياسة وكان تناوله لهذه الموضوعات بصورة مستقلة أحيانا وفي ضمن الأبحاث أحيانا أخرى كما كان يتناول الموضوع الواحد من خلال أبعاد متعددة ليعطي للشمول سعة وانطلاقا وعمقا ولم يهتم الشهيد الصدر بالشمول كهدف وإنما كان العمق في التناول للموضوعات والتجديد فيها هدفه الأساس من وراء مختلف الأبحاث التي كتبها بحيث يلاحظ الباحث والمطالع لها الشيء الجديد دائما أو العرض الجديد أو النكحة الجديدة على الأقل مضافا إلى محاولته الدائمة في التفتيش عن نقاط الفراغ في الموضوعات التي يتناولها كي يملأها ويثري بذلك الأبحاث الإسلامية ويتابع الحاجات الفكرية والثقافية القائمة التي يسدها وقد تميز الشهيد الصدر بالواقعية في البحث العلمي والتي هي أساس لكل بحث علمي في الشريعة أو المجتمع والواقعية تعني الانطلاق من الواقع القائم أي الموضوع عند تفسيره ومعالجته بعد استنطاق القرآن الكريم والسنة الشريفة والقوانين العلمية والتاريخية وبالتالي التمييز بين تفسير النص بالواقع وبين تفسيره مع الإغماض عنه وفصله عن إطاره وهدفه كما وقع في ذلك الكثير من الباحثين فالالتزام بحالة تفسير الواقع بالنص ومعالجته من خلال النص الشرعي والسعي لتحقيق هدف النص الذي ورد لمعالجة هذا الواقع يمكن تسميته بمنهج الاستنطاق لما ورد عن الإمام علي عليه السلام في حديثه عن القرآن الكريم حيث قال ذلك القرآن فاستنطقوه ولم ينطق ولكن أخبركم عنه ألا أن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي ودواء دائكم ونظم ما بينكم وقد أشار الشهيد الصدر إلى هذا البعد في البحث العلمي عند تناوله الفرق بين التفسير الموضوعي والتفسير التجزيئي ورغبة في إظهار واستنطاق تلك البحوث المهمة فقد تم اختياري لهذا البحث الذي هو بعنوان المفهوم التجديدي لعلم التفسير عند السيد محمد باقر الصدر قدس رسره وقد قسمت البحث إلى مبحثين كان المبحث الأول حول مفهوم تعريف أو المفهوم اللغوي والإصطلاحي لعلم التفسير والمبحث الثاني كان هو المفهوم التجديدي لمنهج أو لمنهجية تفسير القرآن الكريم فكانت هناك عدة ملاحظات حول منهجية السيد الصدر من أهمها واحد أن المنهج الصحيح في التفسير هو الذي يهتم بالظهور البسيط والمعقد معا الأمر الذي يؤكد ضرورة الاهتمام في تفسير الآية القرآنية بالآيات القرآنية الأخرى التي تشكل قرين على تفسيرها وتوضيحها باعتبار أن القرآن الكريم يمثل كلاما واحدا متصلا بعضه ببعض آخر الأمر الذي يجعل الظهور القرآني معقدا يحتاج إلى الاجتهاد والجهد في تبيينه وتوضيحه ثانيا الاهتمام بتفسير المعنى إلى جانب الاهتمام بتفسير اللفظ فإن التفسير الحقيقي هو ذلك التفسير الذي يتناول ما يؤدي إليه المعنى من مصادق وما يجري عليه المعنى من حالات لا مجرد بيان المعنى اللغوي لللف الذي هو تفسير لللف ثالثا التزام منهج الموضوعية التي تعني التحرك من الواقع القائم والمشاكل والأسئلة التي تثيرها الأوضاع المعاشة والعرض على القرآن واستنطاقه لحل المشاكل القائمة في هذا الواقع أو الجوار على الأسئلة التي يطرحها الواقع من خلال ما يكتنفه من غموض في الموقف رابعا الموضوعية بمعنى اتباع المنهج العلمي غير المتحيز والمتأثر بالمواقف المسبقة من الآيات والنص القرآني وقد أشار السيد الصدر إلى هذه الخصوصية حيث قال ليست الموضوعية بذلك المعنى أي في مقابل التحيز من مزايا التفسير الموضوعي في مقابل التفسير التجزيئي الموضوعية بذلك المعنى عبارة عن الأمانة في البحث عبارة عن الاستقامة على جادة البحث خامسا الموضوعية بمعنى تقسيم القرآن إلى موضوعات متعددة عقائدية واجتماعية وكونية من أجل دراستها واستكشاف النظرية القرآنية حولها بعد ملاحظة جميع الآيات التي تعرض فيها القرآن الكريم إلى ذلك الموضوع والتغلق العموديا في فهم القرآن من خلال استنباط النظرية الكلية منه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا خولها في زمي عرض الوقت